للتخصص في تدريب فرق الفئات العمرية وللأخذ بأيدي اللاعبين الصغار في ملاعب كرة القدم انخرط مجموعة من اللاعبين الدوليين ومدربي الأندية المختلفة في دورة تدريبية أسيوية للحصول على التصنيف سي المؤهل لقيادة المواهب في خطواتهم الكروية الأولى الدكتور كاظم الربيعي يحاضر في الدورة التي تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل لتنمية مهارات المدربين وتطوير قابلياتهم في تدريب النشء الصغير أنا أعتبر أن هذه الدورة الأساس هي التي تبني المدرب من الناحية التنظيمية ومن الناحية بالإضافة للشهادة هي ناحية التنظيمية ناحية التربوية والنواحي الفنية المهمة من ضمن المنهج السنوي للجنة الفنية وتطوير في اتحاد كوت القدم وموعده كان 14-14 لغاية 26 دورة من الدورات التي حقيقة مميزة بمشاركة اللاعبين القدامة اللاعبين الدولي ولعبين أندية العراق اللافت في الدورة مشاركة ثلاثة من نجوم فريق الشرطة في تسعينيات القرن الماضي هم المدافع ماهر حبيب ولاعب الوسط عبد الحسين جواف وزميله عمار عبد الحسن إلى جانبي أكثر من عشرين مدربا يتلقون المحاضرات كبداية دخول عالم التدريب العميق اللي راح ندخل عن طريق الفيات العمرية تعليمات بسيطة بسيطة تحتمل على المحاضر احنا محاضرنا الدكتور كاظم الربعي يعني في اعتقامة تدريبية منتازة تاخذ سي آسيوية راح تدرج تقدر تروح تاخذ البي تاخذ الاي ويعني بالاي تقدر لأن هاي مطالبة من قبل الاتحاد الآسيوي وحنا حاليا يعني تحت إشراف الدكتور المحاضر الآسيوي والدكتور كاظم الربعي يعني ومعلوماتها كل جيدة ونستفاد منها مدربة من البحرين هي المحامية نور الشويخ تشارك في الدورة للحصول على التصنيف الآسيوي كونها تدرب فرق الفئات العمرية في نادي المالكي البحريني واستثمرت إقامة الدورة في بغداد للانضمام إليها وتحقيق حلومها في التدرج في عالم التدريب طبعا تجربة كلش حلوة وأنا أخذت من قبل دورة وهذه الدورة الثانية ويشرفني إن شاء الله واصل لحد ما واصل لحد لبرو إن شاء الله عضنان لفتا الحرة بغداد اشتركوا في القناة